بدنا أحزاب اللي بتمثل البلد على كل القضايا الاقتصادية التعليم الدرايب الصحة هدول اللي نحن بدنا بدنا برامج على مدار العقدين الأخيرين يسعى الأردن أن تكون الحياة الحزبية أكثر فتاحا ونضوجا تعكس دورة على المشهد السياسي بدور ملموس كيف لا وجلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية يطمح بأن تنتقل الحياة الحزبية في الأردن إلى أفاق التجارب الديمقراطية العريقة استناد إلى برنامج إصلاح شامل وتجدير التجربة الديمقراطية كمنهج حياة وخيارات استراتيجية لا رجعة عنها الحياة الحزبية بشكل عام أيضا في عهد جلالة الملك جرى عليها تطورات سواء عن مستوى التشريعي سواء على الدعم المالي سواء على حضورها في اللجان الملكية الإصلاحية ونراهن كثيرا على أن تترجم الحكومة الحالية حكومة الدولة دكتور رزاز ما جاء في مضمون كتاب التكليف السامي عند مراجعة قانون الانتخاب أن يتم اعتماد القوائم الحزبية اللي فعليا تعتمد كنمط في إدارة شؤون الدولة جلالة الملك لا طالما أكد دائما من خلال الأوراق النقاشية ولقاءاته المتواصلة مع ابناء المجتمع الأردني على الإصلاح السياسي بصبغة حزبية ترتقي بأن تدير الدفة نحو الانتقال إلى تشكيل حكومات وفق برامج حزبية قادرة على تحقيق الأغلبية البرلمانية هذا الأمر يتطلب معالجة لهذه البيئة فإذا تحسنت البيئة الداخل في المجتمع والعلاقات السياسية وأيضا بيئة الانتخاب وقوانين المؤسسة للحياة السياسية مؤكد ستكون الأحزاب مؤثرة وفي هذه اللحظة ستتحقق رؤية الملك في تشكيل حكومات برلمانية من خلال البرلمانات ومن خلال الأحزاب السياسية إذن فإن التطور الملحوظ في عهد جلالة الملك بالانفتاح السياسي والاقتصادي أوجد بيئة محلية داعمة للأحزاب السياسية فمنذ توليه كانت أعداد الأحزاب ثمانية ليصل عددها إلى تسعة وأربعين حزبا مختلف التوجهات الفكرية والسياسية الخطاب الملكي الرسمي حيال موضوع الأحزاب السياسية لطالما كان خطابا إيجابيا بمعنى تشجيع الشباب على الانخراط في الأحزاب السياسية تشجيع التعددية إلى آخره لكن نلمس أن في الترجمة الفعلية لهذه التوجهات ترجمة لا تتطابق مع هذا الخطاب بمعنى آخر هناك تضييق على الأحزاب السياسية من خلال الإبقاء على قانون الصوت الواحد الحياة الحزبية شهدت تطورا عما سبق من خلال تعديلات طرات على قانون الأحزاب لتصدر الإرادة الملكية السامية بتقديم دعم مالي للأحزاب بتعديل القانون عام 2007 كما تم إجراء تعديلات على القانون عام 2012 وعام 2015 بهدف تدعيم المشاركة في الحياة السياسية وتأسيس أحزاب سياسية وطنية تتجاوز الانتماءات الفرعية والضيقة عقدين منذ تولي جلالة الملك عرش البلاد كان لتنمية الحياة السياسية دافعا برؤى ملكية لما يجب أن يكون عليه العمل الحزبي وأوراق النقاشية شكلت خريطة طريق لتعميق التحول الديمقراطي حمد الفائز المملكة عمان